موسيقى في الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العامل العمال الجزائريين قامت السلطات المحلية العسكرية والمدنية بالوقوف على بعض المنشأة حيث وقف عبدالقادر جلاوي بمقر الاتحاد العامل العمال الجزائريين على بعض محطات سيرة الاتحاد وبعدها بمقبرة الشهداء ليترحم على أرواحهم الطاهرة وبمنطقة بحرارة وضع حجر الأساس لإنجاز مركز تحويل الكهرباء للضغط العالي 30 كيلو فولت وفي المنطقة الصناعية تم تنظيم حفل تكريم بالمناسبة بمؤسسة نفطال أين تم تكريم المتقاعدين ومن جهة أخرى تم زيارة وتفقد مشروع إنجاز محطة توليد الطاقة الشمسية بعين الإبل والتي تعتبر هي الأولى على المستوى الوطني بطاقة إنتاج 20 ألف كيلو فولت على غرار محطة عين وسارة التي هي في نهاية الإنجاز قريبا حيث من شأنها تزويد عدة مناطق بالكهرباء سواء بشمالي أو بجنوب الولاية وفي نهاية الزيارة تم تدشين مشروع إيصال الكهرباء الريفية إلى مركز الصيف ببلدية المليليحة ليتم بعد ذلك وضع حيز الخدمة غاز المدينة بقرية المويلح حين استحسن سكانه هذه المنطقة المبادرة والتي انعكست بفرحتهم المنقطعة النظير كما شفتوا اليوم في الألواح الشمسية كان 80 ألف لوحة شمسية اللي رايحة تكون في عين البل من أجل باش تكون طاقة تعتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية وإحنا في الجلفة يعني 82% ربط بالغاز هذا حاجة مهمة جدا لأنكم كما تعرفوا باللي الولاية كبيرة والبعد عن المراكز بعض السنتر المراكز اللي بعيدة كتير عن القنوات للتوصيل الغاز ولكن المجهود التنموي التعدولة راه اليوم بين واغتنامنا هذا الفرصة باش نوصل كل هاد المراكز وكل البلديات تبقى تلنا فقط بلدية واحدة وهي بلدية قطارة للقطارة لتوصيلها بالغاز لأننا رحي بعيدة شوية من بكري رننا نعانو هذه أمي تاعنا من بكري كان لي حتى ماتوا كان أميتوا هذه هنا الحقيقي الحمد لله ربي راجعنا القاز وانتمنى إن شاء الله ثاني يدوروا للشباب تتوفونا الشباب ثاني كان حواجراء خاصة الحمد لله يا ربي راجعنا القاز الحمد لله والله كنا في غبنة في غبنة تعلقة القاز وقراءة وغدى ميزيرية الحمد لله ذكي ورنا في نعمة ذكي تعلقاز الله فيكم ويعطيكم الصحة وتهنينا من الميزيرية اللي كنا فيها كانوا يتعبوا بكل شيء والحمد لله على كل حال